عندك فلسفة كده في اختيار الأغاني اللي هي مليانة لازازة وشقاوة وحب وطاقة إيجابية فلسفة خاصة بنانسي عجرم في الأغاني صح لأنه أول شي صرت أفهم أكتر الناس شو بتحب فيي وشو بتحب تسمع مني وصرت أعرف أنا أكتر شو بحب وين بلاقي حالي أكتر ومع الوقت عم حس أنه أكتر وأكتر عم بعرف اختار أغاني بتحبني الناس فيها وأنا بحب حالي فيها هلأ إن كان من الناحية يعني فيه أغاني شائية وفيه أغاني كمان دراما كمان بحبوها الناس مني وكمان بلاقي حالي فيها فالتنين واشتراكك في مهرجانات كبيرة وانت متعود على ده تسافري بلاد كتير وتلف في العالم بيضيف أي للفنان وازاي الفنان بيستعد المهرجانات الكبيرة زي دي سواء العالمين أو غيره وأول انطبعاتك ايه عن مدينة العالمين واشي كتير حلوة للمدينة أنا أكيد يعني سامعة كتير وجاية على ساحل الشمالي كتير بس هون بالزيت يمكن عندها طابعة خاص كل محل بغني فيه أول مرة بحس عنده طابعة خاص لقلي وبحب اكتشفه اكتشف الجمهور اللي موجود هون والجو العام وأكيد كل المهرجانات يلي بشارك فيها أكيد هي يعني إضافة لحياتي وأكيد بتلاقي بجمهور بيحبني وبحبه حتى لو بتلاقي بزيت الجمهور أوقات كذا مرة وبنرجع على أغانينا وعلى جونا وبنغني مع بعض وبنمبسط مع بعض